حكاية موت اهلا بكم انا جيت جاية احكي لكم حكاية لازم نسمع فكل سكون في الناس كتير هتسمع وفي اللي هيتأثر شوية وفي اللي هيحس بوجهها وفي اللي هيقول عادي بس هدفي هو دعوة منك لي هي دعوة رحمة الله عليه رحمة اصلي مات بتيجي احكي لكم اللي فات كنا قاعدين سمعنا صوت صوت صراخ امنا جاري نشوف ايه امي جاريت امي سمعت صوت صراخهم هي حسد هي عرفت هو مين قالوا مات قلت مين قالوا هو قلت لأ امي جاريت جاري حافية وانا واقفة اقول دا لأ اكد دي كدب اكد دي غلطة وانا واقفة الثاني ساكت جوايا صار خوضني ساكتة عن صوت صراخهم مش عايزة تسمع ساعة بساعة ناس بتكتر ناس بتيجي ونس تروح تروح تجيبوا عشان يصلوا ويدفنوا وفجأة واحنا مستنيين حد قل بسقود جريء هو خرب من المسرعه في الطريق كانت جملة صعبة كانت جملة قاسية اصلكم مش فاهمين احنا من ست شهور مستنيين نفس الكلام يتقال هو جاي في الطريق بس عايش مش في النعش محطوط ولا على الكتاب متشال والله مهما قلت هي صعبة حتى الشعر مش هيوصف اصل الشعر ملوش طعم واللحظة كتمر فيا رب ما تكتبها لحد بالمر وصل الغالي طب هنشوفه قاله لا مش هيتفتح لنعش جاي من مشرحه والمنظر صعب والدنيا زاحمة فما ينفعش يعني ايه طب بلاش انا طب طب وامي ولا بنته ولا اخواته اللي في الغربة فين تاني هيشوفوه طب مراته طب عياله فين ابوه وانا كنت عايزة شوفوه مر كنت عايزة كنت عايزة اقول له كلمة كنت عايزة بس جبين وعايزة اقول له انه غالي وان قلبي راح معاه اه يا ربي تلخدوه تقول لي يا ابنت حلمت بي حلمت بابني وانا وقفة عند جامع مستني يا عمالة زغرت وفي الحقيقة نفس الجامع مستني يا بس الفرق في وجوههم اراك في داخلي يا كل جرحي قد كنت سندا قد كنت فرحي اركض في نعيم يا جنة كانت على الأرض تمشي ترجمة نانسي قنقر